بذكر قطر اللي كنت بكلم فيها دلوقتي عن معاني الوزير تعرفين حضراتكم انه الحديث الشعبي الحديث الشعبي حتى ما بين المصريين الان هو عن دور قطر كدولة ودور قناة الجزيرة كقناة فضائية في لعب في الاحداث وفي تغيير مجرآت الاحداث السياسية والتركيز طول الوقت على الاستهداف بتاع مصر وانا الحقيقة لما كلمتكم الاسبوع اللي فات عن دور المسموم اللي بتقوم بيه قناة الجزيرة يعني فيه ناس كتير جدا جدا اكتشفوا صحة موقفنا الحمد لله احنا كنا بقوله في بداية الالفنات ان هذا عسل يدس فيه السم وانه شيئا فشيئا ويوما فيوما ستنكشف كل الاقنعة وسيظهر وجه الجزيرة الحقيقي اللي هو عمل مخابراتي بامتياز لا علاقة له بالعمل الاعلامي من قريب او من بعيد دي الوجهة عارفين كده بالظبط زي ما يكون حد فاتح مكواجي مكواجي لكن هو ما تخش جوه هو بيشتغل في الصرافة وتحويل العملة في السوق السوداء هي دي بالظبط كده الوجهة قناة اعلامية اخبارية فضائية اما الحقيقة فهي مركز استخباراتي امريكي لتنفيذ الاجندة الامريكية في تخريب هذه المنطقة واول المستهدفين بالتخريب عمود الخايمة العربي جمهورية مصل العربي كاميرا الحياة اليوم نزلت شارع المصري وسألت الناس بعد كل اللي حصل لسه بتطيقوا في الجزيرة اي رأيكم في خلالة الجزيرة من الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم حالة من الجدل في الشارع المصري تسبب فيها فيلم لقناة الجزيرة القطرية تحت عنوان العساكر حكايات التجنيد الاجبار في مصر ليمثل إساءة جديدة تضاف إلى سجل قطر الحافل بالتطاول على مصر في المجديد يكشف حقيقة ممارسة قناة الجزيرة القطرية لنشاطها الموجه ضد الدولة المصرية وكيف تبث الأكاذيب وتلافقها لهدم مصر وجيشها بقضايا ليس لها أي أساس من الصحة فيلم كان أبلغ رد عليه من الخارجية المصرية هو عدم الرد والاهتمام بفيلم الركيك يستهدف زعزعة سقة المواطن في جيشه مؤكدة بأن أية محاولة للتشكيك مكتوب عليها الفشل قبل أن تبدأ مواطنون مصريون عبروا عن غضبهم وتضامنهم مع جيش بلادهم وقواتهم المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي فانهلت تدوينات عديدة من بينها العسكرية المصرية شرف وغرت في حب الجيش المصري تضامن لم يقف عند حدود المصريين فقط بل أظهره عدد كبير من مواطن الدول العربية مؤكدين بأنه لا يجوز لأي دولة التعليق على جيش دولة أخرى خصوصا لو كان بحجم وقوة الجيش المصري طبعا الجيش المصري معروف عالميا أنه هو حامل أمة العربية دي كلها هو حاملها كاملة واللي يمس الجيش المصري طبعا يمسينا كلنا وإحنا نفسنا هنقف ضده محاولات خبيثة لم تفلح لأن مصر ليست دولة فيها جيش فمصر شعب كله جيش تطول سافر على مؤسسة الجيش من فيلم يمثل سقطة كبرى تسقط فيها قطر وترتكبها قناة الجزيرة فهؤلاء ليسوا عساكر ولا مرتزقة إنهم خير أجناد الأرض هم بالفعل خيروا أجناد الأرض والحقيقة في ناس كتير عملة تتكلم على فكرة أنه أنتوا ليه عاملين هوجة قوي حوالين حتة فيلم عاملها قناة الجزيرة هو بالمنطق اللي هما بيقولوا هما صح طبعا إحنا مش القصة أنه عاملين من الحبة قبة ومسكين الفيلم ده وكأنه يعني ناصر صلاح الدين وعملين نحلل فيه وبتاع لا الفيلم أتفى من أنه هو ياخد هذه الضجة هتقول لي ما أنتوا بتعملوا الضجة ليه أنا في رأيي أن الضجة دي سببها هي الفرصة اللي ما نحتهلنا قناة الجزيرة إنها تكشف عورتها يعني أنا الاهتمام بتاعي مش بالفيلم أنا عايز أقول لكم أقسم بالله ما اتفرجت على الفيلم لأننا ما باتفرجش على قناة الجزيرة ومقاطعها من فترة طويلة لأننا ما قاطع أي حد خائن للأمة العربية والمصر لكن أنا بالنسبة لي الفكرة إنها فرصة لأنه طول الوقت عدوك تفضل مستني لحد ما يغلط وقناة الجزيرة غلطت طول الوقت كانت بتقول لك مش أنا عارفت لو ألا مش أنا أقول إنها بيدخش مونا لكن هنا هنا غلطت شالت القناع وطلعت الوش اللي لمؤخزة وأسقطت ورقة التوت وطلعت برضو عورتها اللي لمؤخزة فهنا الفرصة إن أنت تكشف عدوك بدل ما هو مستتر في قناع الصديق وعمال يطعنك من ظهرك بس هيدي القصة